السائل يقول إذا مات الإنسان فإن أقاربه ومعارفه يقومون بصناعة طعام ثم يدعون الناس إليه ويجتمعون عليه فهل هذا أمر مشروع؟ هذا بدعة ولا يجوز ولا يجوز هذا أما كونوا يجيبون الناس لهم عشاء ولا غدا ما في باته قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما أما قتل جعفر رضي الله عنه استشهد قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم يصنع لهم الطعام لأنهم هم اللي يصلعون الطعام للناس نعم يقول حد الصحابة كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة نعم